هنبدأ نتعرف على بعض الخصائص الأشعار الضوئية أو الخاصية Reflection of Light أو نعكاس الضوء هاوين أبيم وفلايت ريتشيز أباوندري بتوين تو ميديا لما بيصل شعاع ضوئي لأي سطح فاصل مبين وسطين بعض الضوء أو الأشعار الضوئية بيحدث له نفس في الوسط الآخر البعض بيمتص والباقي بيحدث له الإنعكاس طيب إيه القوانين اللي بتحكم لعملية الإنعكاس؟ الشعاع الساقط بنسميه الإنسيدنت ري الشعاع المنعكس بنسميه الإنسيدنت ري الضوئية بتوين الإنسيدنت ري and the normal العمود المقامة عند نقطة السقوط بنسميها الأنجل أوف إنسيدنت وبنرموز لها بالرمز فاي الضوية بتوين الرفلكتد ري والnormal بنسميها الأنجل أوف ريكشن أو ذوية الإنعكاس the smooth surface of a piece of glass or polished zogag or polished metal reflect the slides in a particular direction this is a scaled specular reflection the reflected light rays are in the same plane as the incident ray and the normal وده القانون الأول لنعكس إن الشعاع الساقط بيكون في نفس المستوى مع الإنسيدنت ري الشعاع المنعكس بيكون في نفس المستوى مع الشعاع الساقط ومع العمود أو النورمال the reflected light rays make the same angle with the normal نحن بنسميها الرفلكتد أنجل as the incident ray أو الإنسيدنت أنجل يعني فاي بتساوي فاي زوية السقوط بتساوي زوية الإنعكاس this equality of the angles of incidence and reflection is a general property of waves خاصية عامة للموقت it falls from Huygens principle and applies equally will to sound wave or water waves الخاصية التانية من خصائص الضوء refraction of light أو إنكسار الأشعة الضوئية when light rays go from one transparent medium to another with a different index of refraction they are bent or refracted يبقى عند انتقال الأشعة الضوئية من وسط إلى وسط آخر مختلف عنه في معامل الإنكسار بيحدث إنحناء أو إنكسار للشعاع الضوئي as in the case of reflection it is possible to find relationship between the two directions with aid of Huygens principle this relationship is killed snell low هنعرف snell low اللي بيحكم لعملية refraction of light أو إنكسار الضوء لكن قبل ما نذهب لسنين low الانسيدنط angle والنرمل الزاوية اللي بينهو بنسميها angle of incidence بنفس الطريعة الrefracted ray الشعاع المنكسر بيصنع زاوية مع العمود أو مع النرمل بنسميها angle of refraction سنين زلو سنين زلو بي نص على إن if the indices of refraction of the media are n1 and n2 معامل الإنكسار للوسط الأول n1 ومعامل الإنكسار للوسط الثاني n2 and the angle of incidence phi 1 زاوية السقود and the angle of refraction phi 2 are measured relative to the normal direction sure زا سنين زلو state z n1 sine phi 1 أي ساوي n2 في sine phi 2 إذن معامل الإنكسار في الوسط الأول في جيب زاوية السقود يساوي معامل الإنكسار في الوسط الثاني في جيب زاوية الإنكسار طبعا الرسمي بيوضح لمسميه زاوية السقود phi 1 زاوية الإنعكاس phi 1 لإنه ليتني متساويين إنما زاوية الإنكسار رمزنا لها رمزة ثاني في phi 2 بعض الملاحظات as in the case of reflection both rays and the normal are in the same belief الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود بيكون في نفس المستوى سنين زلو implies that if n increases لو ال-n بتزيد في الوسط اللي بيحدث في الانكسار then sin phi and consequently phi decrease إذن الشعاع ينكسر مقتربا من العمود thus array bend towards the normal when it enters an optically denser medium في حالة n2 أكبر من n1 والعكس صحيح الشعاع بينكسر away from the normal مبتعدا عن العمود when enters the arrear medium أو n2 أقل من n1 total internal reflection هنا هي كاس الكل الداخلي ودي خاصية بتحدث للضوء في ظروف معينة هنشرحها مع بعض الوقت when light beam transmitted from water to air مثلا من الماء إلى الهواء some of light is reflected بعض الضوء بين عكس antism is reflected والبعض بينكسر as the angle of incidence increase مع زيادة الزوء السقوط the transmitted beam becomes weaker الشعاع النافذ أو المنكسر بيضعف and the intensity dimensions to zero at the angle of refraction reach 90 degree وبتصل الشدة بتاعته صفر عندي زاوية إنعكاس مقدرها 90 درك وده معناه إن الشعاع بينكسر موازي للسطح الفاصل the corresponding angle of incidence is scaled critical angle زاوية السقوط في الحالة دي بنسميها critical angle أو الزاوية الحارقة if the angle of incidence exceed phi c no reflected beam is observed لا يحدث أي إنكسار للضوء and all light is reflected وكل الضوء بيحدث الإنعكاس في نفس الوسط this is called the total internal reflection أو الإنعكاس الكلي الداخلي لما نطبق قانون سنيل على الحالة دي n1 sign phi c هتسوي n2 sign 90 اللي هي critical angle critical angle بالقابلها زاوية إنكسار في الوصل آخر مقدرها 90 درجة then n1 في sign phi c هتسوي n2 لأن sign 90 مقدرها 1 أو sign phi c جيب critical angle بتسوي n2 by n1